اشتركوا في القناة المجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكدان المجلس بأن المملكة شهدت عقدين مفعمين بالعطاء والإنجاز ومنطلقهم الميثاق الذي استندت عليه منظومة التطوير والتحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بعد ذلك أكد المجلس المضي قدما في تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي بما يخدم توجهات المرحلة ومتطلباتها وبخاصة التي فرضها انخفاض أسعار النفط وتدعيات جائحة كورونا على المستوى العالمي والاستمرار في تبني المبادرات التي تجعل السياسات الاقتصادية أكثر مرونة ودينماكية ودعمة لتوجهات الحكومة والتنمية الاقتصادية ثم أعرب مجلس الوزراء عن استكار وإدانة مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبهى الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات المفخخة بشكل متعمد وممنهج ما يعرض للخطر حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية الحيوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني مجددا موقف مملكة البحرين المساند والداعم للمملكة في تصديها لهذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح مصبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ اعتبره المجلس إنجازا تاريخيا يؤكد ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من مستويات متقدمة ومكانة متميزة في استكشاف الفضاء ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية وذلك بإلغاء مناصب وإدارات وتغيير تبعية ومسميات أخرى بهدف زيادة الكفاءة وتحصين الأداء وبموجب التعديل سيتم إلغاء ثلاث مناصب برتبة وكيل وزارة وثلاث مناصب أخرى برتبة وكيل وزارة مساعد واستحداث منصب مدير اثنان مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على تسعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب اشتركوا في القناة